موسيقى وإلى التفاصيل علمت المصر اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل هاتفيا بعبد المحسن سلام نقيب الصحفيين المنتخب لتهنئته بفوزه بمقعد نقيب الصحفيين وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بالمقعد وكشفت المصادران رئيس السيسي هنأه بالفوز متمنيا له النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة لقيادة نقابة الصحفيين كنقابة رأي وطالبه بأن يهتم بالصحافة والصحفيين والشد من أزرق المهنة لتطورها في الفترة المقبلة كما أكد له رئيس دعمه الكامل للصحافة والصحفيين والإعلام لتعقيب عما لدينا من موضوعات يصعدنا أن يكون معنا في الستوديو الأستاذ محمد السيد صالح رئيس تحرير المصر اليوم أهلا وسهلا حضرت الانتخابات كنت موجود منذ بداية الانتخابات وحتى إعلان النتيجة أولا أطلعنا على كواليس هذه الفترة كاملة وثانيا تعقيبك على موضوع مكالمة الرئيس السيسي لنقيب الصحفيين المنتخب هل تعتقد أنها بداية حقبة جديدة ما بين الدولة والنقابة؟ والله سؤالين مهمين بس خلينا أبدأ للكواليس تقريبا بيت معروفة للإعلان ولكن خلينا أعلى أكتر زي ما عملنا في الطبعة التانية بتاعت النهاردة أقول إن هو كان يعني يوم ساخن في وسط القاهرة ينتهي بفوز عبد المحسن سلام كنت متوقع الفوز إلى حد كبير كنت متوقع الفوز رغم شعبتي حلاش رغم الجدل الساخن ولكن دايما خلي بالك كنت بقول الفترة اللي فاتت دي أن فيه لحد ما السياسة غائبة أو شبه غائبة عن البلد فبتيجي انتخابات الصحفيين بما لها من شد وجز وشعبية للأسرة الصحفية وتواصلهم هم رجال الإعلام في المتواصلين في كل مكان فبتعمل حرك سياسي وحرك صحفي وحرك في العالم كله ومش في مصر بس الكل بتفرج عليه فأعتقد كان يوم ماجع جدا وديرة بامتياز وإدى رسالة كواسة الرسالة إن فيه نقيب ينتمي إلى مؤسسة قومية لا ينتمي أنا قلتها للساند المحسن لتنين أصدقاء على فكرة ولكن قلت له لأول مرة ما يكونش فيه مصطلح مرشح الدولة ولكن ينتمي المؤسسة ولكن ده أنا شافه كويس جدا وإدينا رسالة الأسرة الصحفية ديت رسالة مهمة جدا إن فيه نقيب خارج الأزمة الشهيرة بين الدولة وبين النقابة ولكن في نفس الوقت تم اختيار الزميل عمر بدر اللي هو أساسا كان تم دخول النقابة دكعته فرسالة مزدوجة فيه نقيب ماهوش كان طرف في الأزمة ولكن تم اختيار عدو مجلس نقابة اللي هو كان ضالع وكان أحد أسباب الرئاسية في الأزمة دي رسالة كواسة نحسن نبقى نقابة سياسية ولكن غيرنا لأننا شفنا إن واحد ليه شعبي أكتر ينتمي فيه مرحلة جديدة فيه محتاجين ده الجزء الثاني رسالة اتصال الرئيس كان رسالة سياسية مهمة كان فيه نوع من الجفوة فيها من الطرفين فيها من الطرفين أنا أقولك أنا واحد من الصحفيين واللي احنا عملنا اشتغلنا في شهر خمسة اللي فات شغل رائع جدا كما زينا زي الصحفة القومية مش هقولك إن احنا كنا في أزمة النقابة الشهيرة اللي احنا سمناها اقتحام نقابة اشتغلنا زي الشغل القديم ففجينا برد فعل رسمي قاوي وقاسي جدا فعمل فيه شرخ مش عايزة لهم حد ولا عايزة لهم يعيش ولا عايزة لهم كل اللي ما احنا اشتغلنا إذا ما اشتغلنا مع إبراهيم نافع فيه خمسة وتسعيل ولكن الرد كان قاسي يمكن خدنا خطوة للخلف وبعدين إنما لابد أن تكون هناك علاقات ثقة وقوية مع الدولة وهذا تقديرك لمرحلة المقبلة من الرحلة المقبلة أنا شايف أن هي بأثمن اتصال الرئيس بالنقابة الجديدة أو أثمن خطوات ولكن أنا ليه في المقابلية طلبات تعالى بقى نقعد في مشاكل مهمة مشاكل مهنة متعلقة بالورق متعلقة بالأجور متعلقة ده لابد أن نبحث متعلقة بحاجة تانية العلاقة مع الوسط نفسه العلاقة مش مع الرئاسة بس الرئاسة ده ده اتصال يعني مفروض ضمن عليه ولكن اتصال مع الرأي العام كان هناك نوع من الفجوة وحدثت في الفترة الأخياء وابد أن تعود فيه نقطة مهمة لابد أن يكون هناك نوع من الوفاء لشيوخ مهمين جدا دكتور عبد المنم سعيد بتكلمنا النهاردة ليه طلقة مهمة جدا ليه مفيش حد تذكر مأساة مثلا ولا مشكلة أستاذ إبراهيم نافع أستاذ إبراهيم نافع نقيب الصحفيين كان بيتردد اسمه في كل حال ومتدخل النقابة هو اللي كان بنيها بدعم من الدولة بقوة من أيام الرئيس للأسبق حسنة الورق لم يتذكره أحد مطلقا بالرغم أنه لا أنتمي سياسيين ولم أكن أنتمي إلى إبراهيم نافع ولكن أعتقد في المرحلة القادمة ومفروض نقيب الصحفيين مفروض الأسرة يتذكروا كل الشيوخ اللي أدوا للمهنة شيء يدوع من الوفاء في المرحلة القادمة قال السفير علاء يوسف المتحدث